بعد مناقشات مع الهيئات الأممية والدولية وحرصاً منها على التخفيف من معاناة المواطنين بمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية وفقت الحكومة اليمنية على دخول عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية لميناء الحديدة بعد أن تسببت الميليشيات في عرقلة دخولها وتفريغ حمولتها بالميناء وزارة الخارجية اليمنية أكدت في بيان لها أن هذه المبادرة الحكومية تدعم جهود المبعوث الأممي لتطبيق اتفاق السويد الذي حاولت الميليشيات مراراً إفشاله من خلال إيقاف هذه السفن العشر ومنع التجار من الالتزام بتطبيق قرار حكومي يقضي بتحصيل الرسوم الضريبية والجمركية على مشتقات الوقود المستوردة وتقصيصها لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الإنقلابيين بيان وزارة الخارجية لم يحمل في طياطه أي تراجع عن تطبيق القرار رقم 49 الصادر عن اللجنة الاقتصادية بتنظيم استيراد المشتقات عبر البنك المركزي بل أكد على ضرورة أن تضغط الأمم المتحدة على الإنقلابيين لمنعهم من ممارسة الضغوط على التجار أو محاولة ثنيهم عن الالتزام بالإجراءات القانونية في عملية الاستيراد وتسهيل دخول المشتقات وتوزيعها في مناطق سيطرة الحوثيين وشدد البيان على ضرورة التزام أصحاب السفن بسداد كافة الرسوم إلى فرع البنك المركزي في الحديدة بإشراف ورقابة أممية لضمان عدم نهبها من قبل الميليشيات وضمان تقصيصها لدفع رواتب الموظفين الخارجية اليمنية أكدت أن هذه المبادرة تشمل فقط السفن المتوقفة قبالة ميناء الحديدة على أن تقضع أي شحنات قادمة لضوابط آليات القرار رقم 49 والتي يجرى مناقشتها مع الأمم المتحدة عمار ياسر الحدث اشتركوا في القناة